السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته هناك مشكلة يواجهها كثير من المتدينين أو كل شخص لديه انتماء عقائدي أو دغمائي بشكل أو بآخر مشكلة هؤلاء دائما أنهم لا يستطيعون التفريق بين أنفسهم والجماعة التي ينتمون إليها فانتمائهم لهذه الجماعة يحتم عليهم بالطبع أن يتخلون عن ذاتهم من أجل أن يعبروا عن هذه الذات لهذا السبب عندما أطرحوا رأيا أو أي شخص من أمثالي من الذين لا يحسبون أنفسهم على تكتل أو أي حزب أو أي جماعة سواء دينية أو غير دينية سياسية أو في جميع التوجهات من من لا يصنفون لجماعة محددة نحن نعاني من هذه المشكلة لأن الآخرين غالبا ما يكونون هم منتمون إلى فئة من الفئات وهذا يسبب الإشكالات دائما بيننا وبينهم وعليه وسأحاول أن ألقي الضوء على هذه القضية وأتمنى أن أسمع أراءكم الفصل بين القول والقائل هذه معضلة متكررة وتواجهني كثيرا ليس أنا فقط بس أيضا أشاهدها لدى في التعليقات أو في مقابلات التي يجريها كثيرون ممن لديهم أفكارهم الخاصة ورآهم الخاصة حول واقع الحياة أو أي قضية كانت من القضايا هؤلاء دائما يواجهون من قبل آخرين يحتجون عليهم بحجة أنهم يتحدثون عن قضايا لا يجوز الحديث عنها أو عن أمور وأراء ليست ضمن السياق العام وعليه فهم يتعرضون إلى المسألة والانتقاد وأيضا أحيانا الاعتداء المسألة الأساسية أو الظهرة الأساسية التي تميز هذه الاتراضات أنها لا تعترض على ما يقوله أو المضمون الذي يقوله هذا الشخص إنما عليه شخصيا وهذا الأمر يثير التساؤل لماذا؟ ما هي المشكلة الكبيرة التي يمثلها وجود شخص لديه رأي مختلف هذه القضية أنا أعتقد لا يمكن تفسيرها بطريقة عادية بأن تقول بأن هؤلاء يستهدفون هذا الشخص أو يحتجون على هذه الأفكار لأنها مخالفة لمؤتقداتهم أنا أعتقد الأمر أعمق من هذا ويجب أن نفكر به بطريقة مختلفة والسبب أعتقد إلى علاقة بنظرية القطيع التي أطرحها دائما وهي أن كل إنسان يوجد يولد داخل الجماعة من الجماعات أو يأتنق عقيدة من العقائد سواء كانت عقيدة دينية أو عقيدة سياسية أو حزبية أو حتى عشائرية أي نوع من أنواع العقائد هذه تحتم على الإنسان أن يتخلى عن ذاته لصالح الجماعة أو يدعي هذا التخلي فبالتالي هو أن ما يشاهد شخص يتحدث بطريقة مختلفة عن النمط الذي تعود عليه سيشعر بوجود خطر داهم وأن هذا الشخص يقول شيئا مخالفا للطريقة التي تعود أن يعيش ضمنها أو يدافع عنها بطريقة من الطرق فعليه هذا الشخص يعتبر خطر ما يقوله بالتالي ليس مهما ما يقوله هو لا شأننا به هو مجرد يشعر هناك رأي أو قول يختلف عن ما يجب أن يقال بالتالي هذا الشخص هو عدو يجب التخلص منه أو الاعتراض عليه وأيضا إعتراض عليه ليس لكي يتم التخلص منه أو مهاجمته والاعتداء عليه ودحض حجته لا هناك أمر آخر أيضا وأهم من هذا تقريبا وهو أن هذا الشخص الذي يعتدي على هذا الشخص الذي صاحب الرأي الحر أو المختلف يحاول أن يثبت لقطيعه بأنه ما زال ملتزما وحريصا على هذه القيم التي التزم بها ويحاول أن يعبر عن ولائه المطلق لهذه القيم بالتالي هذا الشخص هو مستلب تماما من أي قابلة من أي قدرة على الدخول في نقاش حول أي قضية من القضايا هو بالنسبة له هناك الأشياء والعالم بالنسبة له واضح إما معي أو ضدي هذا النمط من التفكير كان لابد أن نتفهمه طبعا لا نستطيع أن نقول عليه أنه نمط خاطئ أو سيء لكن لابد أن نتفهمه السؤال كيف نتفهمه محاولتنا لفهم هذا السلوك أعتقد لابد أن نرجع إلى الماضي إلى زمن نشو الإنسان الإنسان كما نعرف لم ينجز أو يحدث كما نراه الآن كما هو إنما مر بسلسلة طويلة من المتغيرات أو التغيرات على مستويات كافة سواء على المستوى البايولوجي الفيزيولوجي أو على المستوى الثقافي والمعرفي واللغوي أيضا طبعا هو أساس الفكر هو اللغة اللغة هي أساس الفكر وربما أيضا العكس الفكر هو أساس اللغة لكن هي عموما إنسان تطور بهذه الطريقة فبالتالي هذا التطور جعل من الإنسان بحاجة لأن يكون ضمن جماعة وهذه الجماعة علي أن يشعر بالانتماء إليها أو يتولى عملية حمايته وبالوقت نفسه هي الجماعة المكان الآمن أو المناخ أو الفضاء الآمن الذي يعيش ضمنه وبالتالي لا يمكن أن يعيش هذا الإنسان بمعزل عن بقية أفراد جماعته وليس أفراد صنفه أو نوعه من البشر لأن البشر توزعوا على أرجاء الكرة الأرضية وبالتالي عندما تحدث عمليات التقاء فيما بينهم يحدث خلاف على الموارد الشحيحة غالبا أو الموارد التي تتعرض للخطر من قبل الجماعات الأخرى هذا يسبب بخلافات متواصلة فيما بين الجميع وهذا هو الذي بعض الجماعات نجحت في التخلق بالهيمن الآخرين عن طريق اختراع نظم نظم اجتماعية جماعية قبائلية عشائرية هذه كلها أشكال من أشكال التجمعات التي يرتزم فيها الأفراد ببعضهم البعض ويضحون من أجل أن يستمر هذه الجماعة أو القطيع البشري فهؤلاء يستمرون بهذه الطريقة هذه العملية لن تتم عن طريق جعل الجميع يتحدثون ويطرحون عراءهم كيفما يشاءون وإلا خربت بالفعل ربما موجودة هذه الجماعات عبر التاريخ لكنها لم تستطع أن تتواصل وتنجح الجماعات التي نجحت هي جماعات التي استطاعت أن تتوحد وحد صفوفها وتمنع ظهور الآراء المختلفة والمتصارعة التي بالنتيجة لا تبقى هذه الجماعة في حالة تبادل آراء ولن يجدوا أنفسهم إلا وهم في الأعداء أو الآخرين داخلين في عقل دارهم ويتم سلبهم وقتلهم والاستلاء على أموالهم وحلالهم بشكل عام فهؤلاء الذين استطاعوا أن يمنعوا أي فرصة للحوار أي فرصة للنقاش الذين كان هناك تنظيم صارم وقيادة صارمة لهذه الجماعات هذه الجماعات هي وحدها التي نجحت كلما كنت قاسيا كنت متطلبا كنت مستبدا كلما استطعت أن تنجح في مؤترك الحياة التي تورطنا بها أو التي وجدنا فيها ولا نعلم شيئا نعرف لماذا أو إلى أين المهم أننا موجودون ولابد أن نلتزم بشروط هذه الحياة الذي حصل أنه تواصلنا بهذه الطريقة لكن أدى الأمر بالنهاية إلى ما نحن فيه الآن هناك حصل التطورات احتاج فيها الإنسان الجماعات الأخرى وهي منذ الوقت يعني بعد تطور الزراعة أو اكتشاف الزراعة الإنسان احتاج الاتصال بجماعات الأخرى لأنه كان صحيح هو يخاف من الجماعات الأخرى لكنه أيضا كان بحاجة إلى الاستعانة معهم أو التعامل معهم لأنه لا بد أن تكون هناك نوع من تبادل المصالح فيما بينهم هذه منطقة مثلا لديها معادن يعني معادن أو تصنع الأسلحة تستطيع من خلالها تصنع الأسلحة والسيوف والخناجر والمنطقة الأخرى لا تتوفر على معادن فلديها محاصيل زراعية مثل يتبادلون فيما بينهم هذه المحاصيل هذا هو اللي يأدى بالتالي إلى أن الجماعات تتحول إلى مجتمعات والمجتمعات بعد ذلك تحتاج نظام أو دولة تسيطر على الجميع هذا النظام انتقل بالطريقة نفسها والطلب من هذه النظام مثل الدول الأولى خاصة السومرية والمصرية يعني بالألف الثالثة قبل الميلاد اتطلب وجود نظام شامل مستمر وبدأ يتطور وصارت النظام يعني بدأ النظام يسيطر على الجماعات والشعوب مختلفة في آن واحد بعد ذلك ظهرت الدولة الآشورية واللي كانت هي من أقوى الأمبراطوريات في القرن يعني بالألف الأول يعني مطلع الألف الأول قبل الميلاد أو حوالي الألف الأول يعني ألف ومائتين قبل الميلاد إلى حد يعني ستمية سبعمية قبل الميلاد وهم اللي قضوا على عدد كبير من الشعوب وأسروهم وسبوهم وغيروا أماكنهم وهذا بسبب كانت واحدة من السياسات أنه هذه الشعوب يجب إخضاعها ويجب عن عدم السماح بتبادل آراء وخضوع الجميع لرأي هذه الدولة وقياداتها وأن الشعوب جميعا ترتفت نعوها بالتالي هذه الشعوب كانت بحاجة إلى أن تثبت ولائها وبراءتها من أعدائها وإلا اليهود أيضا أثبتوا بعد ذلك بعد ثورات أثبتوا أنهم أولياء لهذه الدولة وإن شكلا لكنهم بما بعد بعد تآمر أو حصل ما حصل ليست هذه الفكرة الفكرة أنه هناك دائما جماعات توجد وتتوحد فيما بينها وتشعر بالولاء إلى الدولة أو النظام الذي هي تنضوي تحته هناك أيضا ظهرت بعد ذلك فكرة الأديان الشمولية وقالت أن الأديان الشمولية هي الكفيلة بصهر الشعوب فيما بينها ومن ذلك ظهر الدين المسيحي وبعد ذلك الدين الإسلامي وقبل فيما بين الدين المنوي وأيضا الأديان البودية كانت ترى بأنه فكرة وجود دولة بدون وجود نظام يجمع الجميع في نظام موحد للولاء أمر غير ممكن وبدليل سقوط الدولة الآشورية والدولة البابلية لماذا؟ لأنها كانت تعتقد بوجود إله خاص بها هو المتسيد على الجميع أشور في أشورية ومردوق في الدولة البابلية التي سقطت سنة 565 على يد كورش الفارسي وبالتعاون مع اليهود الذي بعد ذلك سمح لليهود بالعودة لماذا اليهود عادوا أو يستمروا على دينهم لأنه الدولة لم تكن لديها دين جماعة يرغم الجميع على الدخول فيه والولاء بالتالي للدولة ولدينها وليس للدولة والسلطة ولإله هذه السلطة يعني كان الإله الموجود بمردوق مثلا في الدولة البابلية الأخيرة التي لم تقم بعدها هذا إله كان خاص بالبابلين فقط أما عندما يأتي اليهود فاليهود يأتون خاضئين لهذا الإله وللشعب هذا الإله اللي هو البابلين بعد ذلك عندما أتت الدولة المسيحية والدولة الدولة الإسلامية قالت لا الكل يأتي ويخضع للإله نفسه يدخلون في حماية هذا الإله وإلا فهم لا أمان لهم ولا يمكن أن نسمح لهم بين يحتفظون بأديانهم حتى الذين فقط الأديان الكتابية المسلمين لكن المسيحيين على الأطلاق لا يسمح بوجود أي دين آخر وبدليل المسيحية عندما تسيدت على أوروبا قمعت ودمرت جميع الأديان عدل يهودية سمحت ببقائها لم يكن يسمح بوجود مسلم واحد في دول أوروبا في زمن الهيمنة المسيحية هذا يعني بأنه الفكرة وين أنه الكل ولا واحد أرجع للموضوع الأساسي وهو الشخص الذي يتحدث معي ويرى أنني شخص مختلف ولا يهمهم ما أقول ولا يهمهم هل أنا ما أقوله هو صحيح أو خطأ هو بالأموما أنا بأكملي كإنسان كشخص مرفوض لا يمكن أن ينضم إلى هذه الجماعة ويبقى شخص غريب على القطيع حتى ذا هو محسوب على القطيع الديني أو الجماعة الدينية فبالتالي هذا الشخص مرفوض ويجب الحد منه والسيطرة عليه أو إلغاءه أو يقول أنه يجب أن يستتاب مثلاً أو يجب أن يعود إلى الطريق القويم ويقول له هداك الله والمقصود ماذا الله يهديك معنى أن الجماعة الإله أو الرمز أو اللحمة التي التفت حولها الجميع تحت له هذا الإله سواء مردوخ أو الله الإسلامي أو المسيح المسيحي أو أهورا مزل الزرادشتي هو مو مهم الاسم المهم هذا الاسم هو الرمز أو الجماعة النظام الذي تعيش تحت ظله الجماعة وعليه أنه أي شخص لا يهتدي بهدي هذا النظام عليه أن يحاسب وأن يعاقب وأن يستتاب وأن لم يخضع عليهم أن يحدوا منه ويكفروا أو يفعلوا فيه ما يفعلون لأنه فعلا وقض يعني حتى نكون دقيقين هو فعلا شخص خطر يعني أنا مثلا عندما أكون في جماعة وأطرح آراء جديدة ويقول هذا الدين فيه مشاكل كثيرة وأنا أعذر الناس يعني الذين يقولون أنت تطرح آراء مدمرة وتخرب المجتمعات وتدعو إلى الفتنة وأيدهم هذا كلام صحيح لا لا ليس خاطئ لكن المشكلة أين المشكلة أنهم يتحدثون عن هذه الأمور بالطريقة القديمة هم لا يدركون ماذا يفعلون لا يدركون أن هناك جو ومناخ مختلف وظرف مختلف العالم الذي نعيش فيه الآن لم يتعود فيه هذه الانتماءات القطيعية ضرورية إنما بالعكس أنه كل جماعة الآن تتعرض لخطر كبير بأنها سيتم تفتيتها بالطرق غير مسبوقة سابقا سابقا كانت الجماعة الدينية أو الجماعة أو الشعب أو القوم دائما أتهم حدوثهم معروفة ويمكن التصدي والأسوار والقلاع دائما نلقى هناك قلاع موجودة في المدن لكن الآن الأمر اختلف أنه الكل يجي ممكن يخترقك ويخترق يدخل حتى لا داخل بيتك يعني سواء عن طريق التلفون عن طريق التلفزيون عن عشرات طرق عن طريق الأجهزة الحديثة عن طريق البرامج الحديثة داخل الكمبيوتر طرق بالاتصال بالعالم النت وهذه كلها اختراق كامل هناك مؤثرات لا تستطيع أن تكون أنت الآن كائن منعزل وضمن جماعة محدودة لها أسوارها ولها مدينتها ولها معتقداتها أنت لا تستطيع أن تمتنع عن التأثر بالآخرين الحضارة البشرية الآن أصبحت حضارة عامة والكل يشترك فيها فبالتالي لم يعد بالإمكان انتماءات الفئوية القطيعية الآن الجنس البشري بيكمله شيئا ما بينها أصبح جنس مشترك في كل شيء تقريبا الانتماءات الفئوية أصبحت هي ضمن الإطار العام وليس خارج الإطار العام كانت الانتماءات سابقا التي يعني ردود الأفعال هؤلاء علي مثلا علي أو على أي شخص يطرح أراء جديدة هؤلاء ينطلقون من حضيرة الدين أو حضيرة العقيدة أو من إطار العقيدة بالتالي لا يدركون الفرق بين ما حصل سابقا وبين ما حصل الآن أو على تحديدا خلال ربع قرن الأخير هاي ربع قرن الأخير عليهم أن يميز بين الأمرين هناك أمر اختلف جذريا عن السابق لم تعد هناك حدود فيما بيننا لم يعدناك إمكانية لأي دين أن يكون في معزل عن الآخرين الدين الديان وضعت لكي تقيم حاجزا بينك وبين المختلف هو هذا الدين وهذا ما كده على الجزء النظام السلطن القديم دائما يبني أسوار ويبني قلاء ولحد الآن آثار قلاء موجودة في جميع المدين تقريبا يعني البشرية سواء في أوروبا في آسف في كل الأماكن حتى العشائر عندهم قلاء أيضا ما زالت لحد الآن موجودة آثارها فالكل يأزل نفسه عن الآخر ويحيط وحتى فكرة البيت هي نفسه البيوت والقرى تقريبا البيوت والأبواب والأخفال هذه كل هي محاولة لأزل الإنسان عن الجماعات المختلفة والغريبة وهناك حرس وحدود وشرطة كل هذه الأنظمة موجودة لكي تحفظ الحدود وتضع الحدود فكرة الحدود مهمة جدا يجب أن نفكر بها بدقة تلك حدود الله فلا تقربوها فالله هو منها هي جماعة هو القطيع نفسه هو يعني الآيكون الآيكون الخاص بكل قطيع يسمى مسيح الله بعل يسمى هورا مزدى يسمى يهوة وهكذا أسماء كثيرة يسمى راع يسمى آمون أشكال ديموزي إيل طبعا إيل هو الأبو الكل هذا أبو الكل خاصة للشعب السامية الفكرة هو هذا اللي أريد أقوله أنه الآن لم تعد هناك فرصة لوجود أسوار عالية عليك أن تكون قادرا على تقبل أفكار المختلفة لأسبب أشوف هناك كثير من الموجودين عندي بالقناة دائما أصدقاء يشاكسوني ويتحدثون عن الدين قال كذا وقال كذا هم ماذا يقولون هم يقولون أنه يرددون الأبارات القطائية نفسها القديمة ولا يشعرون بأن هناك فرق أنهم أنهم مثل واحد بالضبط يعني يتحدث باللغة بلغة بلغة مثلا أبو حيان التوحيد لا أبو حيان التوحيد بلغة جيدة بلغة الشخص قدام أبن جعفر مثلا أو أديب أديب عباسي قديم فيتحدث بلغة ومنطقة وبعقل وبفكر وبذهنية أو الهمذاني أبو المقامات فيتحدث بهذه اللغة القديمة وطبعا لغة صادرة عن عقل قديم وذهنية قديمة ووتشة نظر أو يعني رصد لأشياء وطريقة نظر للعالم والأشياء من حولنا مختلفة تماما وهؤلاء ينظرون بنفس الطريقة فهو لا يدرك أنه هو علي أن يغير أدواته ويغير طريقته بالنظر والتناول والتعامل والتفاعل والفعل والتفاعل مع الآخرين فهما يشعرون بوجود شيء لكن لا يدرون أين هي المشكلة هذه المشكلة المشكلة أنه ينظر للعالم ويعتبر نفسه أن الأسوار ما زالت موجودة ومرتفعة بينه وبين العالم بالتالي هنا يعيش في مأزق كبير وخطير جدا لا يستطيع أن يعرف السبب وبالتالي ما عنده أمامه إلا أن يستمر بهذا الطريق وأنا اللي أدعو جميعا لأن يفكرون بهذه المشكلة لا أدعو لآخرين يعني يقولون مثلا روح أتحدث كما تشاء لا يعني ولا أقول أنهم تأيد أطلب أن تأيدني في كل ما أقول لكن مجرد أن تعرف الفرق بين الحال القديم والحال الجديد وعليه فأنا فعلا أثير الفتن يعني وهذا كلام صحيح ولكن الفتن أين؟ الفتن هي موجودة أصلا يعني أن العالم مخترق بالكامل فأنا أقول لك هاي الفتن موجودة لا نستطيع أن تخلي عنها كل ما في الأمر علينا أن نجيد صناعة الفتن الجديدة التي ترد على الفتن التي نتعرض لها يوميا أنا باقي ضمن الجماعة التي ولدت ونشأت فيها لكنني أقولهم يا أخوان أنا معكم وأنا أحبكم أنا لا أستطيع أن أتخلي عنكم لأنني أنا ولدت هنا وعشت هنا معكم يعني أقصد الجماعة القطيع البشر الذي ولدت ونشأته في وسطه لا أستطيع أن أعيش في وسط آخر حتى داعشت فأبقى ذهنيا أنا ثقافيا ومعرفيا أنا ضمنهم يعني قبلت أو رفضت لكن أنا أقولهم أخوان أنا متخصص بإثارة الفتن الجديدة وأدعوكم إلى الاستجابة لهذه الفتن لأنها هي الفتن النافعة والفتن التي تحرضكم على تغيير مؤتقداتكم أو على الأقل تهز التوابط التي ثبت أنها لا تصلح للاستمرار وهذه الحقيقة أنا مثير للفتن وعليكم أن تعرفوا هذه الحقيقة وأن تتقبلوها وأن لم تعتبروني أنا مثير للفتن ومشكك بالثوابط يعني كلمات من هذا النوع كلمات جاهزة دينية وأبارات جاهزة يحفظها الجميع مع علمها بالدين بالضرورة وما إلى ذلك وأيضا هي مسألة يقلك التخاءن حتى نظام الدولة السلطانية التي نعيش تحت ظلها دائما كبلدان عربية إسلامية هو أيضا نفسه إما يقلك التكافر أو يقلك التخاءن فهي نفس العملية اثنين عملية انتماءة إلى قطئة بشري أو جماعة بشرية أو نظام اجتماعي بشري فبالتالي أنا أقول أكله أحنا علينا جميعا أن نتحالف على إثارة الفتن لكن أيضا في الوقت نفسه على أن نتقبل وجود أفكار جديدة مختلفة تثير الفتن لكن ضمن سقف اسمه سقف الحرية حرية التبادل الرأي وحرية التبادل المعلومات اللي هي أصلا موجودة الآن سواء إراضينا أو نمنرضى يعني ليست مسألة إحنا نقدر اختيارية لا هي موجودة الآراء موجودة كل شيء موجود يعني الآن الكتب مصادر المعرفة كلها متوفرة فأنت ما عندك حل آخر غير أنه تتقبل هذه الوضعية وتحاول أن تقدم شيء إلى علاقة بالواقع وتتقبل فكرة وجود فتن وسوف لا تنقلب الدنيا في كل الحوال هي مقلوبة أصلا وسيتنقلب كل هذه المؤتقدات ولن يبقى قطيع على قطيعيته ولن تبقى جماعة على انتمائها القديم العصر والحداثة والبتغيرات تخترقنا جذريا من جميع الجهاتين حتى فيزيولوجيا ممكن راح تتغير الأجهزة الحيوية مالتنا لأن الطب الحديث بدأ يغير حتى شكل الإنسان ماذا تفعل بعد ذلك؟ فبالتالي المسألة أكبر وأخطر بكثير ماذا نعتقد؟ فأتمنى الفكرة وصلت وأتمنى أسمع عراكم بكل رحابة صدر طبعا بيوم هذه اللحظة سجل العدد المشتركين وصلوا إلى 25 ألف ونعتبر هذا الرقم جيد وممتاز جدا لما كنت أتوقعه على الإطلاق وأتمنى أن يدعمني جميع في هذه المناسبة وأهنئ نفسي والجميع على أن استطعنا نوصل لهذا الرقم اللي أعتبره كبير جدا ولما كنت أتوقع أن الأشياء التي أطرحها ستتطلق أو يعني يجري تقبلها من الآخرين أنا كنت أففض عن آرائي وأفكاري وليس بهدف أنه أنشر الفتن كما أقول كما قلت قبل قليل مجرد أنشر الفتن الخاصة بيه ومن يقبلها يقبلها من يرفضها له الحق الكامل في أن يرفضها لم أبشر في مكان ما ولم أخرج في مكان ما وأدعو الناس إلى الخروج للشارع والتدمير المؤسسات وما ذلك مجرد أنا أبحث في الأفكار الأساسية عموما أهني نفسي وأهني الجميع لأنه وصلنا إلى هذا الرقم ورغم أنه أنا نادرا لا أطلب المشاركة لكنه كنت أفضل أن يشترك الإنسان من نفسه ويشعر بأنه أنما أقدمه مهم وبدون أي ضغط أو محاولة لحث الآخرين للاشتراك في هذه القناة اللي هي قناة الجميع أنا لا أعتبر هناك 25 ألف مشترك وأنا صادق في قولي هنا إنما هناك 25 ألف مشارك وكلهم يعني عن جد أحبهم وأقدرهم جميعا ومع التزازي الكبير بهم شكرا جزيلا وإلى اللقاء قريب مع السلام اشتركوا في القناة